خبر مهم جدا يخص موسماني ويخص التعاقد مع النادي الاهلي كان فيه كلام انه الامور بالنسبة لتجديد التعاقد يحصل قبل السفر او قبل مواجهة ساندونز القادمة في ستاد بورج العرب والامور تأجلت مرة اخرى بس اللي اقدر اقوله لكم انه الامور تقريبا شبه محسومة وغالبا هيجدد بعد مبراد ساندونز شبه محسومة شبه محسومة ما فيش مشاكل يعني شوية بنود وشوية شروط ما تعملش مشكلة النهاردة في رقم عشرة هديكم تفاصيل التفاصيل في التعاقد الجديد او تجديد التعاقد مع موسماني بالنسبة لادارة النادي الاهلي وموسماني في العقد الجديد اسمعوا التفاصيل اسمعوا التفاصيل عشان فيها تفاصيل مهمة جدا وممكن يبقى فيها بعض المفاجأات من ضمن بنود العقد الجديد لموسماني ان قبل نهاية السنة الاولى بشهرين على الال اي طرف مش عايز يكمل التعاقد بيبلغ الطرف التاني والشرط الجزائي هيكون اربع شهور وبس واحدة 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 نكمل تاني او نقول البندة تاني البندة الاولانش لو لو بعد نهاية السنة الاولى قبلها بشهرين بلغ اي طرف من الاطراف انه مش عايز يكمل التعاقد يدفع الطرف اللي مش عايز يكمل التعاقد اربع شهور شرط جزائي البندة التاني مرتبط بمكافئة الفوز بدورة ابطال افريقيا وانها هتزيد عن مكافئة اخر بطلتين فاسبيهم مسيماني مع الاهلي بنسبة 50% وبرضو ده ينطبق على مكافئة الفوز بالدورة يعني لو كسب دوري ابطال افريقيا وكسب الدوري هياخد مكافئة اكتر ب 50% من اللي خدهم في البطلات اللي فاتت بندة تالت الاهلي تمسك بي وهو متعلق بالتعاقد مع لعبين او رحيل او اعارة اي لاعب بحيث يكون في ورقة مكتوبة برغبة مسيماني في ضم اي لاعب او الاستغناء عن اي لاعب سواء بشكل نهائي او على سبيل الاعارة تعرفين وقت كهرباء لما قال مسيماني انه ما كانش ليه علاقة بالقصة دي فالنادي الاهلي يعني استحدث البند ده عشان يتحمل مسئولية التعاقد او رحيل او اعارة اي لاعب المدير الفني فقط لا غير بند رابع متعلق بعدم الحديث عن اي امور تدور في اجتماعات خاصة بين المدرب وادارة النادي الاهلي وتحديدا لجنة التخطيط في الاعلام والكلام يكون بس مقتصر على الامور الفنية مع تقليل الاحاديث الاعلامية الخارجية للمدرب ودي امور ايضا كانت بتزعج قليلا ادارة النادي الاهلي في الفترة الماضية حلو الكلام كله يبقى على ورق بالتعاقد يعني مش بالحب تعاقد نراج المدرب محترف والنادي الاهلي نادي محترف بند خامس مكتوب كمان برغبة موسيماني في عدم وجود مدرب جديد في الجهاز والاكتفاء بالشكل الحالي للجهاز الفني والعقد هيكون لمدة موسمين مقابل مية وستين الف دولار شامل رواتب مساعدي موسيماني بخلاف ميشيل يانكون مدرب الحراسي اللي مرتبه هيوصل لخمستاشر الف دولار شهرياً الاعلان والتوقيع غالباً زي ما قلت لكم هيكون بعد مواجهة سانداونز يوم السبت القادم كل التوفيق لموسيماني مع الاهلي كل التوفيق للاهلي مع موسيماني اللي اتنين كاسبانين هي علاقة اللي اتنين طلعين فيها كاسبانين موسيماني كاسباني الاسم الكبير للنادي الاهلي في الكرة الافريقية والنادي الاهلي كاسبان مدير فني محترم وكبير بحق إنجازات وبطولات كبيرة مع الفريق ده فيما يخص تفاصيل التعاقد الجديد لموسيماني مع النادي الاهلي موسيماني